موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه الجلسة والتي سوف نخصصها للإجابة عن أسئلتكم التي تصلنا تباعا عبر البريد الإلكتروني أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي وهذا ما سنواصل عليه بإذن الله تعالى حيث أسبوعيا نخصص حلقة من هذا البرنامج للإجابة على الأسئلة التي تصلنا سواء عبر الإيميل الذي يظهر على الشاشة أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي التي بدورها تشاهدونها على الشاشة السؤال الأول وصلنا من الأخ يسمى نفسه جمال أو يسمى جمال هل تؤيد الرئيس عبد المجيب تبون وهو رئيس غير شرعي الجواب المسألة ليست مسألة أن نؤيد أو لا نؤيد أولا أنا لست رجل سياسي ولا أنشد السلطة ولست معارض بالمعنى الذي تقتضيه كلمة المعارض السياسي أنا كاتب وباحب وأعملت في مجالات مختلفة كمجالات حقوق الإنسان وغيرها وعندما أتكلم أتكلم بمنطق المثقف الكاتب أحيانا يأتي كلام معارض وأحيانا أخرى يظهر كأنه موالي وهذا ينطلق أساسا من خلال المعطيات المتوفرة لدي لذلك قضية أني أؤيد أو لا أؤيد لا معنى له من خلال موقعي كمثقف جزائري أما من خلالي كمواطن جزائري فقد أيدت المسار الانتخابي نعم أيدت المسار الانتخابي فكحل من أجل تفادي الانزلاقات التي قد تحدث ونحن ندرك أن التعنت من أي طرف كان غالبا ما يصل إلى إشعال مثل هذه الأزبة أنا أيدت المسار الانتخابي لأنني أدركت أنه الأقل سوء أو على الأقل المسار الآمن الذي يضع الجزائر في طريق سليم وبعد ذلك من يريد أن يعارض يعارض ومن يريد أن يختلف مع السلطة يختلف ومن يريد أن يترشح يترشح هذا شأن آخر آخر يبدأ ما بعد الانتخاب البعض يرانا يقول بأنه هذا هو هذا رضوغ ترى ما هو البديل الذي كان قائم البديل الذي رآه الناس هو تصعيد تجاه المؤسسة العسكرية وأنا أدرك من خلال التجربة أنه لم تنجح أي ثورة إلا إذا دعمتها المؤسسة العسكرية أعطوني ثورة نجحت عبر التاريخ لم تدعمها المؤسسة العسكرية إما أنها دعمتها المؤسسة العسكرية أو أنها تقف خلفها المؤسسة العسكرية أو أنها انقلاب عسكري تحت مسميات ثورية مختلفة مثل ما حدث في عديد من الدول هذه هي الحالة أما أنواجها مع المؤسسة العسكرية فهي دائما تؤدي إما إلى فشل المشروع التغييري أو أنها تؤدي إلى حروب وفي النهاية يموت فيها الأبرياء وعشناها في الجزائر لما دخلت جبهة الإنقاذ هذا دخل الإسلاميون في حرب مع المؤسسة العسكرية أي أنتهى الأمر انتهى إلى هزيمة جماعاتهم الإرهابية ولكن دفعت ثمن الجزائريون قتل الكثير من الجزائريين ومليارات من الخسائر وما إلى ذلك ونرى أيضا أيضا ما يحدث في سوريا ورغم أنه اختلافات في المشهد عندما دخلت الثورة في مواجهة مع المؤسسة العسكرية والحقيقة أن الثورة دخلت في مرحلة دفاع عن النفس لأنه منذ اليوم الأول المؤسسة العسكرية السورية هي التي أعلنت حربها على الشعب هذه الحقيقة التي وقفت عليها ليس انتصارا لأي طرف إنما هو انتصار للحقيقة فقط ماذا وصل الحال؟ وصل سوريا إلى ما ترونها تفككت سوريا عمليا متفككة وإن كانت رسميا غير متفككة مناطق يسيطر عليها أمراء حرب مناطق يسيطر عليها ميليشيات الجيش تحول إلى عصابات بعدما كان من قبل جيش طائف موالي إلى العائلة وليس حتى إلى الطائف الأسدية وما إلى ذلك إذن المشكلة أن أدرك يقينا أن أي تصعيد في مواجهة مع المؤسسة العسكرية سيؤدي إلى الخسارة لذلك رأيت بأنه من الأفضل أن يكون تماهي بين المؤسسة العسكرية وتكامل الأدوار حتى أنه لم يحقق الحرك الشعبي كل ما يريده الحرك الشعبي رفع من سقف مطالبه أنذاك وهذا طبيعي في الثورات الشعبية وفي الحرك الشعبي دائما أن المطالب تبدأ صغيرة ثم تتصاعد تتصاعد قاعد حتى تصل إلى مرحلة كسر العظم والجزائر لو لا الله ألا ثم المسار الذي اتخذته المؤسسة العسكرية منذ البداية حيث تخندقت مع الحركة الشعبي عملت بأسلوب التوازن التوازنات القائمة التي تفرض تحقيق كثير من الأهداف والمطالب الأخرى رأتها أنها يجب أن تتحقق تباعا وفق المسار الدستوري وأنا آمنت بهذا الحل لأنني أدرك تماما أن الأمور ستصل إلى مآلات سيئة سيئة سيدفع من ثمنها الشعب الجزائري فقط ولن يدفع ثمنها أولئك الذين يحرضون من أماكنهم العاجية أو من إقاماتهم حيث يقيمون خارج الحدود فلذلك أيت المسار إذن تأييد المسار الانتخابي لا يعني تأييد الرئيس تبون المسار الانتخابي ناشدت في ذلك الوقت وطلبت الناس أن الحراك الشعبي طلبت في ذلك أن يتخندق مع مرشح في البداية قلت لهم لا يجب أن يكون لديهم مرشح رفضوا بعد ذلك على الأقل تخندقوا مع أحد الوجوه الخمسة التي ترشحت وهناك من كانت معروف بمعارضتها أرذتها ولم تكن يوما بالطريقة التي يصورونها على أنهم من رجال بتفريقة حقيقة ولكن للأسف الشديد رفضوا أيضا والانتخابات جاءت بالرئيس تبون أنا من حيث المبدأ لن أطعن في شرعيته فهو رئيس منتخب مغذي النظر عن النسبة التي انتخابته ولكن الآن مرحلة أخرى نحن ليسنا في مرحلة الحديث عن شرعية الرئيس بقدر ما نحن في مرحلة الحديث ما الذي سيحققه الرئيس من مطالب ما زالت لم تتحقق بالنسبة للحراك الشعبي الحقيقي خليني من الحراك الشعبي اللي بقي الحراك الشعبي الأول الذي كانت لديه مطالب محددة وتتعلق بالتغيير وتتعلق محاربة الفساد وتتعلق بجمهورية جزائرية أخرى غير التي كانت قائمة هذه المطالب لم تتحقق جميعا إعادة بناء مؤسسات الدولة على قواعد صحيحة يكون هناك برلمان حقيقي يكون دستور حقيقي يكون كل الأمور هذه يجب إعادة بناءها لكن جاءت جائحة كورونا أخرت الكثير من الأمور بلا أدنى شك إذن الأمور واضحة هناك بعض ما نتفق معه ومع الرئيس تبون فيه وهناك ما نختلف فيه نختلف معه فيه وهذا أمر طبيعي لأنه هو رجل يمارس السلطة هو في منصر رئيس الجمهورية هو عنده معطيات ونحن أيضا في صف آخر نتابع من بعيد ولدينا معطيات أخرى أخرى بالطبع نتفق معه في أمور ونختلف معه في أمور ولكن مسألة شرعية الرئيس بالنسبة لي أنا تعتبر منتهية فالرئيس شرعي انتخبته نسبة من الجزائرية رغم الظروف التي جرت فيها الانتخابات رغم التحريض رغم محاولات منع الانتخابات كل هذه الأمور ورغم ذلك تم نجاح الانتخابات ووصل الرئيس تبون إلى السلطة إذن مسألة تأييد أو لا تأييد هو مسألة أخرى ما أقوم به وما أفعله هو تأييد المسار الذي انتهجته المؤسسة العسكرية منذ انطلاق الحراكة الشعبي لأنه هو المسار الآمن رغم ما فيه من نقائص رغم ما فيه من أشياء نراها وربما يوجد من يراها أيضا كثير من غيرنا ولكن رغم ذلك يبقى دائما تأييدنا المسار وفي نفس الوقت المطالبة بتحقيق ما يجب تحقيقه حتى لا نتعود الجزائر إلى المربع الأول مثل ما حدث من قبل سؤال آخر وصلنا كثيرا ومن عدة أطراف نطرح ما قاله الأخ الذي سمى نفسه إلياس ما هي مشكلتك مع حركة رشاد وحركة حمص أجيب ما تسمى حركة رشاد كما سموا أنفسهم نسميهم كما سموا أنفسهم وهي عبارة عن جمعية وليست حركة سياسية هي عبارة عن جمعية خمسة أشخاص أسسوا جمعية فيما بينهم تأسست في لندن وقلت في ذلك الوقت موجود في باريس أسسها أربعة أشخاص معروفين من قبل بتوجهاتهم المدافعة عن جبهة الإنقاذ والموالية لها وفيهم شخص آخر وهو العقيد سمراوي الذي كان في المخابرات الجزائرية وعمل في عدة مراكز في المخابرات الجزائرية وأيضا كان من بين المؤسسين لهذه الجمعية وانسحب منهم أنا ليست لدي مشكلة مع الأشخاص من حيث المبدأ ولا مشكلة لا مع فلان ولا علان بينهم من أكن لهم الاحترام كأشخاص نختلف التوجهات ولكن كأشخاص نكن لهم احترام بينهم وليس كلهم طبعاً الأمر الثاني أنه لم تكن لدي معهم مشكلة هم أحرار يجتمعون يؤسسون جمعية يسموها حركة يسموها حزب يسمونها ما يريدون هذا شأنهم وليس شأني لكن هم الذين لديهم مشكلة معي وهذا قد بدأت في البداية عندما كنت هنا موجود في باريس وكنت أصعى أظهر في الإعلام كانت هذه المجموعة لديها موقع إلكتروني فتحت فأنا ذاك منتدى سماته منتدى رشاد وفتحته وجات ناس بأسماء مستعارة تطعن في شخص طعن ليس له نظير تتهمني أنني مبعوث مهمة لاختراق ما يسمونها المعارضة وما إلى ذلك من اتهامات اتهامات تمس عرضي وأنا ذاك اتصلت بالمحامي رشيد مسلي ورشيد مسلي هو عظم وأسس في هذه المجموعة وهو شخص للأمانة له كل الاحترام شخص لديه أخلاقه ولديه إنسان محترم بمعنى الكلمة قد نتفق معه في أمور ونختلف معه في أمور ولكنه للأمانة التاريخية نذكر الناس بما فيهم وما علي الرجل محترم على المستوى الشخصي أما على المستوى التوجه هذا طبيعي جدا نختلف معه في أمور ونتفق معه في أمور فاتصلت معه واخبرته وأيضا اتصلت بمردد هنا مردد هنا أيضا اتصلت به وأذكر أن مرد هنا رد علي عبر الإيميل فقال لي نحن لا نستطيع أن نمنع هؤلاء الناس ولكن تستطيع أن ترد فكان ردي كيف أرد على ناس أسماء مجهولة ومستعارة أرى ربما تكون حتى عناصر أنهم عندهم فوبيا حكاية المخابرات قلتم ما الذي يثبت لأن هؤلاء هم من المخابرات من جماعة الديالاس يدخلون في موقع تبع أنتم تقولون أنها معارضة وتطعون نفسك وبدأت من ذلك الحين إلى أن نشرت كتابي عن المخابرات المغربية وكيف كانت تخترق وتحتوي المعارضين الجزائريين وفي ذلك كتبت وسائل الإعلام بأن معارضين اتصلوا بجهات مغربية وقالوا بأنهم يتبرؤون مني ونشرت حتى صحافة مغربية أنذاك بأن جماعة رشاد يتبرؤون من أنور مالكة رغم أنها ليست لعلاقة تنظيمية ولا علاقة فكرية ولا علاقة سياسية معهم من قريب أو من بعيد حقيقة هذه الأمانة ولا أريد أن أدخل في تفاصيل أخرى حول قصة لما دخلت إلى فرنسا أول مرة ولما سمعوا بأنني ضابت سابقوا وكيف أرادوا محاولات استعمال قضية وما إلى ذلك هذا أمور ليس المجال المهم أن نجيب على السؤال أن أنا كشخص ليس لدي مشكل مع الأشخاص مشكلتهم على التحامل على شخصي على شخصي ومحاولة الطعن هذا على المستوى ما ظهر إعلاميا وما قيل لي من مصادر موثوقة في جلسات خاصة يندلها الجبين ينفى في كل مكان يطعنون في شخصي رغم أنني لم أنتقدهم يوما رغم أنني لم أنتقدهم يوما على مدار الفطرة هذه كلها كنت أتحدث على بعض الأمور تخص المشهد الجزائري من زاوية أخرى ليست زاويتهم وهم طبعا من يختلف معهم في الزاوية والإديولوجية فهو دائما مخون وهو دائما عامل ديراس وهو دائما مبعوث في مهمة اختراقهم هذه العقلية التي استوحوها من على من الجماعات وتعرف الجماعات الإسلاموية هذه دائما تنظر بأسلوب التخوين وبأسلوب الاستخبارات إلى كل مخالفهم وهذا الذي كان في جبهة الإنقاذ وبعد ذلك انتقل إلى الجبال حتى تحولت تنظيمات المسلحة التابعة لجبهة الإنقاذ تحولت إلى قتل بعضها بعضها وبعض تصفية بعضها بعضها حيث كان الجيش يعجز أن يقبض على شخص ولكن معركة واحدة ما بين أجنحة الجبعات المسلحة يموت فيها بالمئة ويموت فيها بالمئة حتى قتلوا بعضهم بعضها بسبب أن هذه الشكوك بمجرد ما تختلف معه في وجهة نظر دائما أنت استخبارات وأنت كذا وشفنا أحدهم المقيم في لندن مؤخرا قال بأنه فيه مخابرات حركت المخابرات الجزائرية حركت بعض الناس المحسوبين على المعارضة من أجل شق الصف هذا كلام غوغائي لا يمت بسلة إلى الواقع الواقع الحقيقي أنه لا توجد معارضة في الخارج عبارة عن أشخاص حتى وإن حاولوا التهيكل تحت عنوين هي عنوين وهمية ليست لها قيمة قيمة كبرى ولكن في الواقع هم عبارة عن أشخاص التقوا من أجل مصالح معينة وتقارب معين في المصالح وكل واحد راه جالس في بيته فاتح الفيسبوك وفاتح شبكات التواصل الاجتماعي يقول ويطعن فإن تماهى مع الطعن الآخر تجده يروج له في صفحته وكذا لذلك رأينا بأن لا توجد فسيف ساء حقيقية حقيقية معارضة لديها قواص مشتركة كل ما كان عبارة عن أهواء جمعة أشخاص حتى تجد واحد معروف بتعنه في الأعراض يجي واحد آخر معروف بتوجهاته الإسلاموية وأنه معروف وأنه ابن مدرسة معينة في الحركة الإسلامية تجد يتباهى به ويعتز به ويوز عليه الألقاب بطرق مختلفة بل يغضق عليه أنه وكذا 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 ليس المجال لذكره لا لي شيء فقط إلا من أجل أنه تكون هناك دائرة وتكون هناك بهرجة ويكون هناك حضور حضور جماهيري على مستوى الواقع الافتراضي أكثر ما هو على الواقع الحقيقي الواقع الحقيقي غير الواقع الافتراضي الذي يحاولون إظهاره سواء بالنسبة للسلطة سواء بالنسبة للشعب سواء بالنسبة للمعارضة الواقع الحقيقي هل رأيتم يوما أن هذه التي تسمى حركة رشاد اجتمعت مع المعارضين الجزائريين بل منذ البداية منذ البداية تم إقصاع حتى لما خيل لهم وأعطيكم هنا شيء بلغتني من مصادر في قناة المغاربية قناة المغاربية كنت لصاحبها أسامة عباسي نجل عباسي مدني والمدعومة قطرين وهي قناة قطرية ممولة من قطر بصفة كاملة وشاملة وهذه الحقيقة من أين لنجل عباسي مدني كل هذه الأموال الطائلة مكتب في لندن مكتب في باريس وهذه الأموال موظفين وحضور وبث مباشر من أين له كل هذه الأموال وهي لا توجد إشهار واحد على القناة معروف وعلى كل حال عندما أقول هذا الكلام لا يعني أنني أطعن في ناس ففي قناة المغاربية لدي أصدقاء لهم تربطني بهم علاقات محترمة فلكن جاءت في هذا السياق ليوحي أنه التوجه الذي كان قائما أن هذا حيث أن قناة المغاربية كنت أظهر فيها داروا معي حوارات خاصة شاركت في كل برمجها حضرت حتى حفل مناسبة تأسيسها كنت من بين الحاضرين وكذا بمجرد ما بدأ الشارع الجزائري يتحرك نصدر من مصادر أخبرني بأنه قناة المغاربية عملت اجتماع فأحد المسؤولين هناك الذي الآن يتباك على الديمقراطية وحرية الرأي وأنهم دعاة سلم قال لهم بأنه بدأوا يتناقشون عن الأشخاص الذين يظهرون على قناة المغاربية وكان اسمي من بين الإسماء التي موجودة على رأس القائمة أنه لا يجب أن يظهر أبدا على قناة المغاربية لا يجب أن يظهر أبدا على قناة المغاربية فقيل لماذا؟ هذا شخص كان ضيفنا وكان مشارك قال أنه هذا شخص الآن الثورة فارت في الجزائر النصر حليفنا قناة المغاربية ستتحول هي القناة الرسمية للدولة والوجوه التي ستظهر على قناة المغاربية سيكون لها حضور سياسي بناء على ما حدث في تجارب أخرى حيث اليكين كانوا يظهرون في الجزيرة وقنوات الفضائية كمعارضين صاروا وزراء وصاروا بمسؤولين كانوا يتوهموا بأن هذا هو الأمر الذي سيحدث فلذلك بدأت مرحلة الإقصاء منذ البداية فقال لهم هذا الشخص وهو مسؤول في القناة قال لهم أنور مالك لا يمكنه أن يشاهد وحدث أن وقع خطأ كذا خبروني يتصل بي أحدهم هو مكلف بالضيوف قال لأستاذ أنور أنك اليوم عندنا حصة للمشاركة في برنامج على الساعة كذا قلت والله مشغول وكذا 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 فعصر علي وألح إلحاء شديد يقول هو هو شخص يعني كان يتواصل معي دائما ليشارك في البرامج من قبل فقلت له خلاص ربع ساعة قبل انطلاق البرامج أنا جهزت نفسي جهزت سكايب من أجل أني أشارك ويبيرسل لي رسالة أنه يتأسف فيها لأن القناة لأنه أخطأ هم طلبوا منه أن يحضر أنور آخر القيادة في فيس قبل الموجود في أمريكا أنور هدام قال من المفروض أنه طلبوا مني أنور هدام فأنا أخطأ جبت أنور مريكا يا أخي هل هذه خطوبة يجب أن يحضر فلان بعيني هذا برنامج مفتوح يشارك فيه ضيفي روح ضيفي يجي خلاص اتفقت معي من المفروض فقال لي فأسمعته ما يجب أن يكون وتواصلت مع عثمان سابق أرسلت لعثمان سابق الحلقة هذه حد ذاتها قدمها عثمان سابق وهو شخص إنسان محترم للأمانة وأعرفه شخصيا فاعتذر لي وأوحى لي من خلال الرسالة التي أرسلها لي أنه لا حول له ولا قوة وبعد ذلك علمت بأنه نفس الشخص نفس المسؤول عندما شاهد اسمي تدخل فقال لهم لا أريد أن أراح على الشاشة وانتهى الموضوع هكذا بدأت رحلة الإقصاء بمجرد أن شم رائحة السلطة فكيف يكون حالهم لو أنهم مسكوا السلطة ربما نطلب اللجوء السياسي مجددا في الخارج المهم هذه بعض الوقائع أردت أنا ليست لدي مشكلة مع الأشخاص هذه من حيث المبدأ حتى الأشخاص الذين يطعنون بعضهم يقولون لي أنه هناك من أنهم لم يتهجموا على الشخص لا أبدا هناك من تهجم علي أي شخصيا ونذكر أحد أعضاء المجموعة هذه واللي مقيم في لندن وهو دبلوماسي سابق سابق قال بأنه أذكر بأنه تهجم علي شخصيا وسفها لي وقال سفيه جزائري يعيش في الخارج هكذا بالحرف الواحد وكانت في حسة على قناة المغاربية كرد ولكنه للأسف رد ولكنه كذب فيه كذب أذكر التيفو الذي رفع في عين مليلة في عين مليلة حول ملك السعودي وفيها صورة ترامب في ذلك الوقت وصلتني معلومات بأنه الشخص الذي موله ويقف وراء هذا التيفو هو من جماعة حمس حركة حمس فنشرت الخبر وكنت يعني متوقع بأنه إذا أصدرت حمس بيان تكذيب أو نفي أو شيء من هذا القبيل أو أن هذا الشخص قام بمبادرة فردية يقول سأمشره عادي جدا ما شرته على وحدث ويأتي هذا الدبلوماسي السابق بين ظفريد ظفريد طبعا هذا الدبلوماسي السابق جاء وقال كلام قال بأنه هناك سفيه جزائري يقيم في الخارج يقول بأنها حركة حماس في غزة وهو كذب في كذب حقيقة وقد كذب عليها ورديت في ذلك الوقت بفيديو من دون أن أسميه إيه وبين الكذب القائد وللأسف الشديد يوجد شخص يعيش في الخارج يقول في وسيلة إعلامية أنه يوجد جزائري سفيه هو وصفه هكذا بالسفيه يقول بأنه يتهم حماس الفلسطينية إذا كان يقصدني أنا شخصيا فأنا لم أقل حماس ولن أنزل إلى مستورد عليه بهذه الطريقة وإذا كان يقصد شخص آخر أتحدى أنه يقولنا من هو هذا الشخص لأنني تابعت القضية ولا يوجد جزائري في الخارج اتهم حماس أبدا فهذا كذب 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 إذن إخواني أنا لا توجد لين معاها كل مجموعة يجتمعوا ويديروا حركة ولا يديروا حزبهم أحرار أي التوجه الذي يتخذونهم وتوجههم الشخصي ولكن للأمانة أنا بقيت أردد دائما أن جماعة رشاد أضروا بالحراكة الشعبية كثيرا أضروا به كثيرا جدا 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 بطرحهم الراديكالي بطرحهم الذي لم يخرج عن دائرة الطرحة الذي كان قائما في التسعينات والذي كان يؤيد بطرق مختلفة إلى الجماعات الإرهابية والتشدد والتطرف والغلو الذي كان قائما هم خارجوا من رحمه هذه إن صحة تعبير المدرسة هذه المدرسة التسعينية هي التي رفعت السلاح في الدولة الجزائرية هم خارجوا من رحمها ولكن صنعوا طيار آخر في توجه آخر تحت مسمى السلم والسلمية والسلمية لأنه لا يمكن أن يكون غير هذا فهم يعيشون في الغرب ويدركون أن أي عمل من لا يخرج غير هذا الإطار أو يدعو إلى العنف سيدفعون ثبله سيحسبون لذلك أجبروا قانونيا على مثل هذا الحوار ولكن أفعالهم لا تدل على ذلك تدل على أنهم يدعون إلى العنف ويدعون إلى المواجهة ويدعون إلى مثل هذا الأمور حوصلة الأخ الكريم الذي طرح هذا السؤال قال فيما يخص رشاد أما فيما يخص حمز حمز أيضا كأشخاص هناك من لديها أي مشاكل هو حر في توجهاته وحر في ولاءاته الخارجية حر في الطيارة وفكر الذي ينتمي إليه وإن كانوا هؤلاء يقولون بأنهم يمثلون إخوان رغم أن جماعة تنظيم الإخوان لديه عدة أحزاب في الجزائر ولديه عدة أجنحة ونذكر في الثمانينات كيف حدث انشقاق كبير في المدرسة الإخوانية في الجزائر فظهر تيار بقيادة عبدالله جبل الذي يترأس حركة العدالة والتنمية هي كيف ذلك رفض الانضمام إلى المكتب العالم فسميه بذلك الوقت الإقليميين وأما محفوظ نحناح الذي أنذاك انضم إلى المكتب العالمي في القاهرة فسميه بالعالميين وحدثت صدامات بذلك ومنذ ذلك الحين وتنظيم الإخوان في الجزائر مختلف على عدة طيارات وعلى عدة أفكار وعلى عدة عدة توجهات حتى الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد أصلا أغلبية قياداتها خرجت من تنظيم الإخوان حقيقة خرجت من تنظيم الإخوان ولكنها حولت جددت أفكارها بطرق أخرى لا تخرج عن إطار الإسلام ما سميها بالإسلام السياسي إذن حركة حمز أما ما وبين رئيسها السابق السابق من خلاف فهو خلاف شخصي هو أعطاه بعد سياسي واستغل لذاك لما هرب من سويسرا بعدما طاردته في القضاء فلما هرب من سويسرا استغل عنوان أنه رئيس حركة حمز حمز من أجل أن يواجه فرد لا أنتمي إلى أي تنظيم ولا إلى إجماعة ولا إلي حزب سوى أنني جزائري تعرضوا إلى الظلم بتحالف ما بين هذا الوزير السابق ووزير الدولة السابق وعلي تونسي وقائد الدرك الوطني وتوفيق هؤلاء الجماعة كلهم الذين ساهموا في الأضحاد الذي تعرضوا له هذه هي طبيعة المشكلة ليس لي مشكلة مع أشخاص الأفكار نختلف فيها هناك أيضا مشكل كبير أنا أختلف معهم نهائيا في فكرهم في منهجهم السياسي في كذا وهذا طبيعي جدا أن نختلف ليس عيبا أن نختلف وليس عيبا أن نتناقض في أفكارنا أنا ألاهض الفكر هذا الفكر بلا أدنى شك ولكن بسلوك حضاري بسلوك يتماشى مع الخلق الرفيع أما الممارسات الوضيعة فلا فلا توجد فلا ما كان لها في حياتي طبعا سؤال آخر وصلنا من الأخ سليمان يقول الآن تنتقد العصابة أين كنت من قبل أخي العزيز لو تكتب اسم أنور مالك وأحمد أويحيا أو أنور مالك بوتفليقة في اليوتيوب ستطلع لك الكثير من البرامج ومنها ببرامج في قناة المغاربية بحد ذاتها فضلا عن قوانوات أخرى عالمية مختلفة كنت من أوائل الذين سموا قناة سموا جماعة متفليقة العصابة كنت من أوائل الذين أطلقوا عليها العصابة وتوجد فيديوهات لو أرادوا الفعل أن يتعاملوا باستقلالية وبجدية تعينوا شخصية أخرى خارج إطار النظام لا يعين أحمد يحيى وهو رجل النظام ورجل الهمات القادرة يعني أن مصاره أسرا في الحكومة منذ تولى المناصب من التولى عرفت كثير من الفضائح فضائح المساق سونطراك واحد سونطراك ثلين سونطراك ثلاثة وضيحة الخليفة كثير من الفضائح التي حدثت حدثت في عهدي حتى عملية حرقة في السجون حدثت لما كان هو وزيرا للعدل عدل عجراء كميرا حدثت في السجون وألا يومنا هذا لم يتم التعامل معه هذا الرئيس عاجز بمعنى الكلمة أنا شخصيا أرى أن الرئيس بوتفليقة رهينة لدى مجموعة بينهم شقيق ومجموعة يستغل لونه استغلال الرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الآن في الجزائر رهينة لدى عصابة رهينة لدى عصابة يقودها شقيق الرئيس في حدثت توجد فيديوهات كثيرة وتوجد حوارات في الصحف كثيرة ومقالات كثيرة جدا وأنا أناهض جماعة بوتفليقة وعصابة بوتفليقة هذا واضح ولا يحتاج آج الآن نجيب بمجرد ما أنتقد ويحيا ونقول هذا ما يريد ويحيا يطلع لي واحد يقول لي أين كنت لماذا لم تنتقده وأنت أذهب يريد تكلف نفسك دقيقة إن كنت إنسان حقيقة أما إذا كنت جهاز في إطار جيش إلكتروني هذا شأن آخر أما إذا كنت إنسان حقيقة لديك عقل يمكن أن تكلف نفسك لماذا لا نتعلم قبل أن أصدر حكم على شخص أكلف نفسي في البحث قليل قبل أن أكتب تعليق وهي مسؤولية أخلاقية ومسؤولية أمام الله تعالى قد أكتب هذا التعليق وأرحل من هذه الدنيا ويبقى دائما دائما خلفي إذا كنت مسلم راح يجيب لي سيئات بلا أدنى شك بدل أنه قبل ما تجي تكتب شيء أو تعلق على شخص يا أخي روح كلف نفسك شوية بحث قليل فقط أخذ صورة أولا تستفيد قد تستفيد نعم أو ثاني تأخذ حتى لما تنتقدني قد تنتقدني بطريقة مؤثرة ونافعة أما جي أنا نتكلم على أوىحي أين أنت كنت من قبل مع أوىحي لما نتكلم على بوتفليقة أين كنت من قبل لما نتكلم على السعيد عد للمقالات التي كنت أكتبها في جريدة هي وكيف كنت أتكلم عن السعيد بوتفليقة أو بوتفليقة وماذا كنت أقول أنت في ذلك الوقت لا تتابعني أصلا اليوم جيت مباشرة قبل فقط هذا الأسليب للا تنفع لذلك كل حراك شعبي أو ثورة شعبية نفسدها أمثال هؤلاء ونجد لدينا النماذج الكثيرة إذن أخي الذي طرحت هذا السؤال أو غيرك الذين يطرحون هذا السؤال يريد تكلف أنفسكم لا يمكن أن يكون محلك نكلف نفسي نبحث لك ونعطيك لدي كثير من أشغالي التي هي أهم من هذا كله أن تكلف لفسك يريد تكلف لفسك وبعد ذلك أطرح سؤال سؤال آخر طرحته الأخت التي تسمى وردة قالت أيدت عاصفة الحزم السعودية ورفضت التدخل التركي في ليبيا هل تكيل بمكيالين وما هو الفرق بينهم أولا أنه قبل عاصفة الحزم التي قادتها المملكة العربية السعودية أنا كنت أنهض المشروع الإيراني وكنت أؤمن تماما بأن الحوثي هو عبارة عن ميليشيا إيرانية تقوم بدور التوسع الذي تمارسه إيراني يعني قبل عاصفة الحزم هذا كان نظامي وأنا معروف من هذا بل أنه على دي مقالات قديمة جدا بينها التي تصل إلى التسعينات كتبتها في التسعينات في جريدة كانت تصدر في الشرق الجزائري اسمها جريدة العقيدة وهي جريدة أسبوعية كنت أكتب مقالات وفي ذلك الوقت حذرت من المشروع الإيراني وطالما كتب عني كان فيه موقع قبل يسموه شعة الجزائر كان قبل يهاجمونني شخصية في منتدهم عملوا منتده سموه منتد شعة الجزائر وهاجموني شخصية في بداية الألفين في حوالي ألفين وثلاثة أو ألفين واربعا في هذه الفطرة على ما أضبط هاجموني شخصية كتابي أسرار الشيعة والإرهاب في الجزائر ألفت وصدر في ألفين وحدا عشر عن الشروق ولكنه كان رحلة بحث طويلة تعود إلى التسعينة أنا معروف بمناهضتي للمشروع الإيراني وطبيعي ما دمت أناهض المشروع الإيراني فإنني عناهض الميليشيات الإيرانية في رأيكم أن ما قامت به الميليشيات الحوثي هل هو في صالح إيران أو ضد إيران مدام في صالح إيران طبيعي رح أكون ضده لا يمكن أبدا أن أصطفى مع إيران مستحيل مطلقا إيران كمشروع للملاني أما إيران كالدولة مسالمة رح تكون دولة مسالمة متعايشة مع دولها وشعب لديه حق فهذا حق في الحياة وحق في دولته فهذا شأن آخر أما أن نتكلم على إيران الحالية بقيادة الملالي الذين يملكون مشروع الخمينية الهدامة التي تخرب الدول الإسلامية أما بالنسبة إلى قضية الفرق بين عاصفة الحزم والتدخل التركي التدخل التركي في ليبيا جاء لصالح الحكومة السراج وليس له علاقة بأي مشاريع أخرى غير المشروع التركي الذي أناهضه أيضا تركيا دولة بلا أدنى شك دولة مسلمة لديها قدرها ونحن لها الاحترام كدولة لكن أنه تتحول ونفرح لما تعود إلى الحضن العربي والإسلامي وتكون لها علاقة جيدة مع الدول العربية وهي قوة بلا أدنى شك قوة تضاف إلى العالم الإسلامي هذا لا شك فيه ولكن عندما تتحول إلى مشروع للهيمنة والتواجد العسكري الخارجي في الدول العربية والإسلامية فهذا مرفض إذن تدخل تركي لديه خصوصية أخرى أولا تدخل فردي أيضا جاء بناء على بعض الأمور التي ليست مشروعة أصلا هو انتصار لطرف على حسابي طرف آخر وأمذ أمر آخر أؤكده هنا أنني أرفض التدخل الخارجي من أي كان في ليبي سواء لصالح حفتر أو لصالح أي طرف آخر لأنني على يقين أي تدخل خارجي لطرف ضد طرف آخر سيدفع ثمنه الشعب الليبي وستدفع ثمنه الدولة الليبية مهما كون ومن يظن أنه سيتدخل لطرف ويصحق الطرف الآخر آخر ويبسط له السلطة في ليبيا فهو واهم في النهاية آية ستسيل الدماء ويجلسون على طاولة المفاولات وهو الذي عشناه في الجزائر رغم الحرب وكذا وكذا من كانوا بالأمس استئصاليين ورفضوا أي حوار ومخرج سلمي للأزمة التي كانت عاشية في الجزائر بعد ذلك صاروا يقودون الحوار ويزمرون هذا لكن هناك فروقات بلا أدنى شك حتى نوضح الأمر عصفة الحزم التي ليست تدخل سعودي هي تدخل من عدة دول في إطار تحالف تدخل في اليمن ضد انقلاب ميليشيا هذه الميليشيا مسلحة مدعومة بالسلاح من إيران وجاءت وانقلبت على السلطة الشرعية الرئيس الجمهورية منتخب الحكومة شرعية والانتخابات شهدت لها العالم بالنزهة والشفافية إذن انتخابات نزيهة وشفافة فأدت إلى رئيس متخب الرئيس لديه صلاحيات دستورية كاملة الدولة قائمة الرئيس موجود وزراء موجودين حكومة موجودة كل شيء موجود مؤسسات الدولة قائمة ومنتخبة ولكن الميليشيا المدعومة المدعومة من إيران والمتحالفة مع علي عبدالله صالح أنذاك وهو الرئيس الأسبق تحالفت معها وانقلبت على الدولة الشرعية هذا الرئيس الشرعي هو الذي طلب من السعودية والسعودية والدول الخريج طلب منهم من عدة دول النجدة شبه طلب النجدة طلب دعم الشرعية السعودية تدخلت في إطار دعم هذه الشرعية فهو تدخل من ناحية القانونية تدخل مشروع جدا في المقابل في ليبيا الحكومة غير منتخبة شرعية الحكومة مستمدة من اتفاق الصخيرات واتفاق الصخيرات مؤقت والحكومة مؤقتة وليست هي حكومة تكاد تكون حكومة تصريف أعمال المعينة محدة حتى تصل إلى الانتخابات وكتابة الدستور وهذا الاتفاق من عدة أطراف أطراف من البرلمان وغيره فيها البرلمان فقط المنتخب والبرلمان وافق على هذه الحكومة لكن الذي حدث أن الأطراف كلها أخلت بي الاتفاق الاتفاق فحدث الصراع الحكومة بدأت تقصي بعض الأشخاص حفتر وقواته بدأت تناهض وجود ميليشيات الحكومة قربت منها ميليشيات بينها التي موجودة في قوائم الإرهاب فحدثت اختراقات لهذا الاتفاق إذن القضية ليست شرعية الشرعية المستمدة هي اتفاق ما بين جهات معينة بصفة شرعية مؤقتة وهذه الحكومة تم الاعتراف بها دولية البعض يقولي الاعتراف الدولي الآخر الرئيس عبد الرب منصور هادي مطرف به دوليا كرئيس منتخب هذه الحكومة معطرف بها دولية كحكومة شرعية بناء على اتفاق الصخيرات الذي جاء تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة وهل الاعتراف الدولي فقط هو حجة حجة مطلقة للشرعية لا أبدا إسرائيل معطرف بها دولي موجود لديها ممثلها في الأمم المتحدة عندها صفراء في أغلب أكثر دول لأوروبا ودول العالم الكبرى كلها عندها صفراء إذا كانت الشرعية بالمنطق معناها أنها معطرف بها دوليا إذن فهي حكومة شرعية إسرائيل أيضا شرعيا بناء على هذا أما إذا كانت الشرعية لما تكون تستعملها لما تكون فقط تتماشى مع أهوائك لهذا شأن أخي إذن شرعية حكومة الصراج محدودة ومؤقتة ولديها صلاحيات معينة صلاحيات معينة إذن ليس من صلاحياتها إمضاء الاتفاقات الأمنية أو الاتفاقات المصيرية أو استدعاء قوات خارجية للدولة لا توجد لديها في الصلاحياتها في الاتفاق صلاحياتها واضحة هي إدارة البلاد بصفة مؤقتة وعندها مهام محددة فقط حتى للدستور وما إلى ذلك وبناء مؤسسات الدولة هذا هو مؤمنة غير أنها حدثت تجاوزات حدثت تجاوزات من كل الأطراف وبدء الضرب تحت الحزان من هذا يريد أن يقصي ذلك حدثت تجاوزات من كل الأطراف وكل هذا يحاول أن يكيد بالآخر وبعد ذلك وصلت الأمور إلى المواجهة وصارت الحكومة لديها ميليشيات أخر قواته هي من بقايا قوات الجيش في عهد القدافي أيضا سمى نفسه الجيش الليبي الوطني والأخرين سموا أنفسهم ميليشيات جمعهم تحت الجيش البرلمان ولا فيه اثنين برلمانات هذا البرلمان الذي كان متفق أصلا مع الحكومة في اتفاق السخرات صار يسموه برلمان تبع جهة معينة فقط وصار هذا الضر مما جعل أيضا الاتفاق عمره سنة ويتبدد إلى تقريبا نصف سنة أخرى والآن مرت عليها سنوات طويلة إذن مسألة الشرعية غير موجودة لذلك ليس من صلاحيات القانونية والشرعية لحكومة السراج أن تستدعي تركيا أو تستدعي أي طرف آخر هذا من جال الأمر الآخر أن ما حدث في اليمن هو انقلاب ميليشيات مدرسة لبدأ بعض الدول أنها ميليشيات إرهابي وتتمثل في ميليشيات الحوثي وبعض ميليشيات التابعة لعلى عبدالله صار إذن انقلاب واضح كامل الأركان بقوة السلاح هجموا على العاصمة ودخلوها وأوقفوا الرئيس وبعد ذلك تمكن من الهروب إلى عدن وأيضا أوقفوا وزراء وواضح وسجلوا هذا وسجلوا ذاك وهجموا على الثكنات إذن انقلاب كامل الأركان من ميليشيات على الدولة لكن الذي حدث في ليبيا ليس انقلاب فقط أرادوا تصويره انقلاب فقط من أجل إعتشر لا ليس انقلاب إذا كان ما حدث هو الانقلاب فالأطراف كلها انقلبت على بعضها البعض هذا أقصى توصيل ولكن الحقيقة الذي حدث أن هناك عدم التزام من الأطراف الاتفاق الصخرة كل واحد لم يلتزم بأموره حدثت تجاوزات وكذا وكذا أوصلت إلى المواجهة المسلحة إذن لا يوجد انقلاب في ليبيا لأنه لا توجد شرعية شعبية أصلا كل الشرعية الوحيدة الجهة الوحيدة المنتخبة هو البرلمان البرلمان هذا اللي يسموه الآن برلمان تبر هذا الوحيد اللي تم انتخابه البقية غير منتخبة حتى الحكومة غير منتخبة إذا سحبنا البرلمان من شمعة حفتر من شمعة حفتر ماذا بقيت من شرعية إلى سرارة إذن مسألة الشرعية غير موجودة بالمرة في المشهد الليبي حتى الشرعية الدولية المعترف بها دولية من المفروض الجهة يعترف بها دولية عندما لا تكون لها شرعية في الداخل تنتهي شرعيتها الدولية آليا لذلك الواقع مختلف تمام أمر آخر أن عاصفة الحازم جاءت من مجموعة دول دول اتفقت فيما بينها شكلت قوة وأنقذت عدن من السقوط في ذلك الوقت عندما هجم الحوثي على عدن أراد أن يستولي على عدن فتدخلت بسرعة للقوات التحالف العربي وأنقذت عدن من السقوط في أيدي الحوثيين حيث كانوا متتواجد الحكومة ورئيس الجمهورية وكانوا عاصمة مؤقتة إذن تدخل من دول وليس تدخل من دولة واحدة بصفة فردية بصفة فردية ولمناصرة طرف ضد طرف آخر طرف آخر هو طرف طرف آخر حتى الحوثي كان يقاد من طرف الحرص ثوري عناصر الحرص ثوري وحزب الله اللبناني موجودين في المشهد اليمني في حين في ليبيا غير موجودين فقد أرادوا يقولون بأن الروس ودول أخرى رهي موجودة هذه كلها كلام لا أستطيع أن أنفيه ولا أستطيع أن أؤكد لا توجد عليه دلائل الدلائل الدل الوحيد الددخل الوحيد الواضح والمعلم هو التدخل تدخلت في دولة الأخرى بقواتها المسلحة وبارجاتها وطيرانها هذا تدخل عسكري كامل يتنافى مع كل إذا كان الإيمان بالشرعية الدولية الشرعية الدولية أيضا رفضت وتمنع تزويد أي طرف بالسلح تدخل تركي في ليبيا بناء على الشرعية الدولية الممنوحة لحكومة السراج هو غير شرعي تماما ويتناقض مع القرارات الدولية إذن كيف نقول بأن الحكومة الشرعية المعترف بها دولية وهذه الجهات الدولية نفسها لديها قرارات وآخرها ما توصل إليه مؤتمر برلين أنه يحضر أي تدخل خارجي وإنت تأتي تتدخل ضد هذه القرارات وفي نفس الوقت تقول أن التدخل شرعي لأن الحكومة الشرعية هي التي ضمن اتفاق مع الحكومة الشرعية هذا تناقض واضح في حين أن التدخل التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية لم يتناقض مع قرارات دولية حقيقة هناك قرارات تمنع تسليح الحوثيين وتهريب السلاح للحوثيين وهو لما لم تتزم به إيران بل إيران ترسلت المقاتلين إن هناك معلومات تتحدث أن قاسم سليماني تواجد أصلاً حتى في اليمن إذن هناك خلاف اختلاف كبير بين الحالتين وبين المشهدين أعطوني دولة واحدة من القوى الكبرى أيدت التدخل التركي لا يوجد شيء إذن من أين يستمد هذه الشرعية أمر آخر أنه لنأخذها من منطق آخر منطقة الأمن القومي ماذا لم تدخلت الجزائر أو مصر في ليبيا قد يبرر بمنطقة الأمن القومي إذا تواجدت قوات أو مات الميليشيات إرهابية على حدودها أقتضى الأمر وهناك من يرمي سواريخ على الأراضي الجزائرية أو يقذف سواريخ أخرى على الأراضي المصرية أقتضى التدخل حماية الأمن القومي من حق الدول أن تحمي أمنها القومي على حدودها إذا كانت هناك مخاطر خاصة من الميليشيات الإرهابية لكن ما هي السعودية لديها حدود مع اليمن والسعودية مستهدفة من الحوثيين وكانت استهدف بسواريخ وكذا السعودية ترفض أن تتواجد إيران على حدودها وهي تدرك تماما أنها مستهدفة من قبل المشروع الإيراني وأن الذي يحدث في اليمن ليس قضية خلاف بين طرفين يمينيين الطرف الحوثي والطرف الحكومة الشرعية بل القضية تتعلق بتدخل إيراني يريد أن يجعل اليمن ماطية للوصول إلى بلاد الحرمين الشريفين هذه الحقيقة ولكن من الجهة الأخرى تركيا ليست لديها حدود برية أصلا مع اليمن حتى الحدود البحرية جاءت بناء على اتفاق مع حكومة السراج وهذا الاتفاق غير مشروع رفضته كل القوى الدولي إذن ما هي المخاطر التي تشكلها ليبيا على تركيا إذن ما هي المخاطر التي تشكلها ليبيا على تركيا حتى تتدخل فيها عسكريا بهذه الطريقة أعتقد أنه لا توجد مخاطر لا توجد مخاطر هناك خطر فقط على مشروع ما يسمى الربيع العربي المدعوم تركيا الذي تهاوى في كثير من الدول وبقيت آخر جيوبه في ليبيا فأرادت أن تتحرك تركيا من أجل حفاظ على هذا المشروع الاستراتيجي وهناك أيضا مصالح نفطية ومصالح تتعلق بالثروات لأن ليبيا كعكة بلا أدنى شك تلهث خلفها كل القوى في الحال إذن القضية ليست قضية أمن قوم الحدود البحرية التي رسمتها تركيا غير مشروعية غير معترف بها لو كانت هناك حكومة منتخبة في ليبيا ولديها مؤسسات شرعية وكل شيء وراح توقعت هذا الاتفاق مع تركيا ولا كان حديث آخر لأنها تبقى دولة ذات سيادة ولديها حرية في التصرف في أمنها وشيء من هذا القبيل أمر آخر هل من المعقول أن تركيا تتدخل عسكريا في ليبيا وبعد ذلك تهدد الدول التي لديها حدود مع ليبيا مثل مصر مثلا أو أنها تكون تناهض أي دور للجزائر التي لديها أكثر من 900 كم حدود مع ليبيا وتضرت الجزائر من الفوضى التي عرفتها ليبيا من ناحية تهريب السلاح إلى الجماعات الإرهابية وكنا ندرك ما حدث في ديغانتورين بسبب تدعيات هذا الأمر وكيف انتعشت القاعدة في منطقة الساحل والصحراء بسبب الوضع الليبي الجزائر تضررت هل من المعقول أن تركيا التي ليس لها حدود برية تتدخل في ليبيا في حين أن التدخل المصري أو التدخل الجزائري أو التدخل التونسي أو التدخل دول أخرى قد تتدخل مستقبلا فهذا ترفضه تركيا بأي شرعية أصلا تواجدت تركيا في ليبيا حتى ترفض هذا الأمر لا توجد شرعية شرعية مبنية على شرعية أخرى وهذه الشرعية صارت مشكوكة فيها وغير مشروعة أصلا إذن وجود كله غير مشروع غريبة يا من المفروض أن تركيا قبل ما تتدخل يجب أيضا أن لا تتجاوز دول الجوار وأنا دائما أقول هذا الكلام منطلقا على أساس أن التدخل التركي هو تدخل ما ليس بإعازم أطراه وأنا أجزم بأن التدخل التركي جاء في إطار دور أوكلة للتركي من أجل خلق التوازن العسكري ولكن نحن نتحدث بمنطق أن ما قامت به تركيا هي دولة وهذا أمر سيادي ليس له علاقة بأي إعازات أو مهماز خارجي أو اتفاق مع أي قوى كبر إذن هناك فرق شاسع أنا أعطيت بعض الجوارب حتى لا أؤتي الكثير أن هناك فرق ما بين عاصفة الحزب والتدخل التركي في ليبيا هناك فرق شاسع قضية التدخل الدول في بعضها البعض أو ليس مفروض كمبدأ بالمطلق هو مرفوض إذا رفض ولكن لما يحدث باتفاق ما بين دولتين فهو شأن آخر لا يعتبر تدخل أنت غدوة الدولة الفلانية تروح تستدعي قوة أخرى تتواجد عسكريا على ترابها مثلما تواجزت قوات درع الجزيرة في البحرين لما كانت إيران ستلتهي من البحرين هذا أره تدخل مشروع إذن التدخل ليس مرفوض بالمطلق هناك تدخل مشروع وهو تدخل غير مشروع هذه هي الإشكالية التدخل المشروع هو الذي يأتي بالاتفاق مع دولة قائمة مع مؤسسات في إطار أهداف محددة وبرض الطرفين وأيضا بما لا يتنافى مع الشرعية الدولية ما يجي أنها دولة تستدعي أي كان تدخلها لأراضيها وممكن تأثر على الأمن القومي دول الجواء هذا يتنافى مع الشرعية الدولية هناك شروط يجب أن تتوفر حتى يتحول التدخل من تدخل غير مشروع إلى تدخل مشروع إذن المشكلة ليست في التدخل بحد ذاته إنما في شرعيته التي لديها شروط وهذه الشروط يجب أن تتوفر وهذه الأركان يجب أن تكون متوفر إذن لهذا هذا هو الفرق أعتقد أن أعطيت صورة مختصرة جدا عن الفرق الشاسع ما بين تدخل قوات التحالف العربي في اليمن لدعم الشرعية وبين تدخل تركيا في ليبيا الذي رفضته دول الجوار رفضته قوة دولية رفضه مؤتمر برلين إن يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن ولا توجد قوة دولية وافقت عليه هذا على مستوى الظاهر أما على مستوى تحت الطاولة بلا أدنى شك لو لم يكن هناك ضوء أخضر لتركيا ما غامرت هذه المغامرة سؤال وصلنا من الأخ عمر الليبي يسأل من تؤيد في المشهد الليبي؟ سؤال مهم أنا أؤيد الدور الذي تقوم به الجسادة أنتهى الدور الذي تلعبه الجزائر وهي بلدي هذا الذي أؤيده عدم التدخل في الشؤون الداخلية للليبيين الحل السياسي بالحوار بين الليبيين استبعاد الحل العسكري والخيار العسكري لأنه سيتضرر منه العباد والبلاد نعم هذا الشيء ترك الليبيين يقررون مصيرهم من دون أي تدخل بناء اتفاق جديد اتفاق جديد بين الأطراف المتنازعة تحت رعاية دول الجوار ودول أيضا دول مختلفة وتحت رعاية أو إدارة الأمم المتحدة لا أؤيد حفتر ولا أؤيد الصراج ولا أؤيد أي ميليشيا تتجه نحو الخيار المسلح السلم أؤيد الطرق التي تؤدي إلى الحل السلمي الذي يعيد بناء الدولة الليبية وتكون لديها دستور وقوانين ومؤسسات قائمة وهذا لم يتحقق إلا بدور حياد تقوم به دولة معينة أو مجموعة دول وهذا الأمر يتوفر في الدور الجزائر أنا أؤيد كل ما تقوم به الجزائر في المشهد الليبي وهذا الأمر يقتضي إيجاد أرضية شاملة وكاملة لاتفاق جديد ومسار جديد إذ لا شرعية فيه لأي طرف إنما الشرعية هي نتيجة يصلون إليها بعدما يركن الجميع إلى الحل السياسي والحوار السلمي بين الفرقاء في المشهد الليبي التدخل الخارجي سواء يكون عسكريا مباشرا أو عبر إمداد طرف معين بالأسلحة أو تزويده بالمقاتلين وبالمرتزقة هذا كله مرفوض لأنه لن يؤدي إلى أي حل بل سيزيد في إراقة الدماء وفي النهاية سيجلس هؤلاء جميعا على طاولة المفاوضات وما يرفضونه الآن سيتفقون عليه غدا ولكن المشكلة أنه من الآن إلى غدا ستسقط أرواح كثيرة أؤيد الحل السياسي الحل السلمي بعيدا عن أي ضغوطات بعيدا عن أي تدخلات الدولة للليبيين والثروات للليبيين وليبيا مستقرة وآمنة فيها أمن بلدي الجزائر وفيها أمن بلدنا أخرى وأشقاءنا في تونس وأشقاءنا في مصر وكل دول المغرب العربي أمنها وإستقرارها يرتبط بأمن واستقرار ليبيا هذا هو الذي أؤيده أما تأييد طرف على حسابي طرف آخر فهذا خطأ جسيم أي ولن يضيف ولن يقدم شيئا نحن نبقى دائما لسنا من الليبيين الليبي هو الذي من حقه أن يؤيد هذا أو ذاك ولكن هذا التأييد يجب أن يأتي عبر مسار سلمي مسار سياسي لا مكان فيه للجماعات المتشددة ولا للميليشيات المسلحة ولا لأمراء الحروب الدولة الليبية تحتاج إلى دستور إلى مؤسسات إلى مؤسسة عسكرية إلى مؤسسات أمنية كل هذا يتأتى ضمن إطار توافقي ضمن إطار حوار أما أن يلجأ كل طرف إلى جهة خارجية كي تدعمه وتتحول ليبيا إلى حلبة للصراع الخارجي عبر أدوات مباشرة أو غير مباشرة فهذا لن يصل أبدا إلى الخير وابل سيتحول إلى شرور تمتد إلى كل دول الجوار بل أنه أيضا سيمتد حتى إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط لذلك يجب أن يكون هناك عمل جاد عمل حقيقي وفق مقاربات ليس من حق تركيا أن تقول أن حفتر غير شرعي وقوات حفتر غير شرعية فهي قوات تتواجد في ليبيا ولديها مناطق شاسعة تسيطر عليها ولديها سلاح ولديها أيضا من يؤيدها وليس من حق مصر أو الجزائر أن تقول أيضا أنه السراج غير شرعي وأنه كذا وكذا وكذا ولا أحد يوزع هذه الشرعية الوحيد الذي يمنح الشرعية لهذا أو ذاك هو الشعب الليبي وهذا يتأتى عبر الحوار والذهاب إلى الانتخابات تكون انتخابات شفافة ونزيهة هي التي تصل في النهاية إلى انتخاب من يحكم ليبيا ومن يمثلها ويمثل سيادتها في المحافل الدولية أما الإملاءات الخارجية فهي تبقى دائما إملاءات من أجل مصالح خارجية لا علاقة لها بالشأن الليبي على الليبيين أن يتحملوا مسئولياتهم ويدافعوا عن بلدهم ويدافعوا عن عن أنفسهم من خلال روح المسئولية ورمي الخلافات رأى ظهورهم ففي النهاية آية الذي يقتل هو ليبي والذي يقتل هو غير ليبي والذي يقتل ليبي فهو يبحث عن ثروات الليبيين والذي يقتل ستبكي أمهات ليبيا فقط وأيد الحل السياسي الحل السلمي من دول التدخل الخارجي التدخلات الخارجية مرفوضة أوضى خاصة إن جاءت من بعيد أما على ليبيين أن يستعينوا بدول الجوار الدول التي لديها حدود معها الدول التي تنتمي إلى جغرافية واحدة من أجل مساعدتها على إيجاد الحل وليس من أجل مساعدتها لتصفية الآخر داخل ليبيا سؤال آخر وصلني من الأخ أبو محمد السوري هكذا كتب لماذا طعنت في تركيا بسبب تحويل آية صوفيا من كنيسة إلى مسجد أولا لم أطعن في تركيا ولن أطعن في تركيا تركيا دولة مسلمة شعبها دول مسلم وشعبها لديه متحضر ولديه احترام ولديها تقدير دولة رئيسها منتخب ديمقراطيا بسبب سناديق الاقتراع هذا شأنه يحكمه فلان أو علان يحكمه أردوغان أو يكون من يكون هذا شأن تركي لا دخل لي فيه من قريب أو من بعيد من يحكم تركيا يحدده الشعب التركي هذا ليس شأنه أمر آخر أنني هذا الكلام فيه افتراع أنا لم أطعن في تركيا أبدا آية صوفيا كانت كنيسة من قبل وحولها محمد الفاتح بعدما اشتراها إلى مسجد ثم جاء كمال أتاتورك وهو تركي حولها إلى متحف وكان يزوره الناس كمتحف جاءت السلطة الآن وأرادت أن تحولها إلى تحول آية صوفيا إلى مسجد فهذا شأنها الأرض تركية البناء تركي يخضع للسيادة التركية الدولة التركية هي التي تحرأت وقرر مصيره وبكرة وكنت راح ترجع متحف من جديد لن أطعن فيها تغيرها كنيسة هذا شأنها أيضا ليس لي شأن بهذا الأمر أنا ضد فقط اللعب على مشاعر وعواطف الجماهير وتحويل هذا الأمر كأنه فتح إسلامي كبير وهذا فقط لأنني أدرك تماما أن القضية ليست قضية تتعلق بتحويل متحف إلى مسجد أبدا وحتى الدول التي انتقدت هذا الأمر لم تنتقده على أساس تحويل متحف إلى مسجد ولا توجد دولة مسلمة أن يمكن أن تقول هذا ومن يقول يحاول يفسر مواقف الدول على هذا الأساس فهو واهم ويخادع فقط الناس الذي حدث أن هذه الدول تدرك الأبعاد الاستراتيجية ولديها معطيات أخرى غير التي نراها والتي تلعب على مشاعر الناس وأول جمعة بعد 86 سنة يرفع الأذن فقط الحشد العاطفي للجماهير المسلمة وطبعا الجماهير المسلمة بطبعها تتعاطف عندما ولديها أيضا عواطف أخرى جياشة تجاه التاريخ العثماني في المنطقة هناك الكثير يتعاطفون مع هذا التاريخ وهناك أيضا من يراهضون هذا التاريخ هذا شيئا آخر ولكن الذي يحدث هذا الحشد العاطفي للجماهير كأنه هذا القرار هو فتح إسلامي لكل المسلمين أعتقد أن هذه المبالغة تنطوي على أشياء أخرى تتعلق بمشاريع متناحرة في المنطقة وليس تتعلق بمتحف حولوا إلى مسجد فهناك في الغرب كنائش تباع للمسلمين ويحولونها إلى مساجد لا الدول انتقدت ولا تدخلت لإنقاذ الكنائس وشراءها حتى تبقى الحفاظ على رمزيتها أبداً لم يحدث هذا هذا أبداً ولا حدثت حتى ولا رفعت حتى من وطيرة الإسلام وفوبيا تجاه المسلمين إن يدخلون المساجد التي كانت من قبل كناس يصلون ويغادرون ولا شيء أحدث من هذا القبيل القضية تتعلق بأمور أخرى تحدثت عنها من قبل في مداخلة حول آية صوفيا بين العواصف والعواطف فسرت بأن القضية تتعلق تتعلق باتفاق وقضايا استراتيجية تتهم تركيا أولاً وقبل كل شيء كدولة وتهمها مشروعها مستقبلي ومشروع أيضاً الحزب الحاكم في تركيا فيما يخص مستقبله وفيما يخص التحديات الاقتصادية القادمة فتركيا تحتاج الحزب الحاكم راهنة على الجانب الاقتصادي هذه كثيراً وتحديات ما بعد كورونا أو حتى في خذم هذا منذ اندلاع لهذا الوباء أعتقد بأن التحديات الاقتصادية كبيرة جداً ولذلك صارت تركيا محتاجة إلى مصادر أخرى للثروة غير السياحة وهذا الأمر فيه صراعات بين دول لذلك أنا لم أطعن أخي الكريم في تركيا أنها حولت آية صوفيا من كنيسة هو قال لي من كنيسة المسجد لا هي حولتها من متحف إلى مسجد هذا كانت من قبل كنيسة تحولت المسجد والمسجد تحول إلى متحف بقرار مؤسس الدولة التركية الذي يقول أردوغان بأنه على نهج كمال أتاتورك لم يطعن يوما في الأتاتوركية إذن وبعد ذلك حولت المسجد هذا شأنها لا أطعن فيه هي خيارها حر من ناحية القانونية أنها تكلم بمنطق قانوني هذا هذه تتعلق بالسيادة التركية لكن المسألة ترتبط بأشياء أخرى الدول تدركها الآن لم يظهر للناس سوى عواطف هوجاء وزماهير تتعاطف عاطف مسلمين وحتى غير المسلمين أرروا من تحويل هذا الصرح الذي لديه قداسة معينة في مخيالهم الديني وفي مخيالهم الكنسي أعتقد هذه كلها عواطف جماهيرية ولكن قضايا بين الدول أبعد من ذلك بكثير لأن الدول عندما تتناحر على مشاريع استراتيجية تحاول دائما حشد عواطف الجماهير إلى جانبها هذا شأن آخر آخر بلا أدنى شك لا يمكن أبدا أن أطعن ولكن فقط أنه ما يجب لتبرير بعض الأخطاء تركيا لديها إيجابياتها ولديها سلبياتها إيجابياتها مدحناها فيها من قبل أنها عندما كانت تستقبل السوريين وتفتح لهم أراضيهم ووفرت لهم النجوء الهاربين من الموت هذا شيء إيجابي وبلا أدنى شيك وشجعناها وباركنا هذا الأمر وما زلنا نشجحها ونبارك أي استقبالها ولكن عندما تأخذ السوري من الأراضي ويصير مرتزق في ليبيا هذا مرفوض مرفوضا قاطعا لا يمكن أن نزكيها في شيء وبعد ذلك نزكيها في كل خطايا لا أبدا هذه أخطاء كبيرة كبيرة وأيضا عندما يستهد الأمن بلدي القومي من خلال ليبيا فهذا أرفضه رفضا قاطعا بلا أدنى شك هذا هو جوابي فيما يخص هذا الموضوع سؤال سألني سليمان الحمصي هل ندمت على تأييدك للثورة السورية التي نصرتها في كل المحل أجيبك من الآخر لم ولن أندم يوما على تأييد للثورة السورية الثورة السورية التي وقفت عليها في بعثة المراقبين هي كانت ثورة ضد الظلم كان شعب يظلم ويقتل ويذبح من طرف نظام غرق في الإجرام إلى حد لا يطاق هذا من حيث المبدأ لكن تحدث أشياء الثورات طبيعية تكون انتقلاقتها عادلة تأخذ مصار عادل معين بعد ذلك تطغى عليها أشياء خاصة أن الثورة السورية حاربها العالم بلا أدنى شك ولم ينتصر العالم إلى الشعب يذبح من أجل مصارح استراتيجية ليس المجال لبسطة إذن أخي الكريم لا يمكن أبدا أن نندم على دعم الثورة السورية لا ثورة السورية ويكفيها أنها وقفت في ظل النفوذ الإيراني وهذا النفوذ وهذا المشروع الإيراني أناهضه وما زلت أناهضه وما زلت أدرك تماما أن الثورة السورية يجب أن تنصر ويجب أن تنتصر ويجب أن تعود سوريا مستقرة آمنة ويجب أن يحاسب الجنات على جرائمهم بحق الإنساني والإنساني من يقول لك غير هذا الكلام فهو يتوهم هناك أكثير من الأخطاء ارتكبتها المعارضة نظام أجرم واستبد بالناس وبطش بهم وتحول إلى ميليشيات إرهابية جاءت من كل حد بنوصيب لقتل الناس هذا أمر آخر المعارضة أيضا ارتكبت ومزقتها الولاءات الخارجية ودخلوا في متهات كثيرة هذا لا يعني أنه يطعن من حيث المبدأ في قداسة ما قام به من قداسة أو في قداسة حق الدفاع عن النفس الذي لجأ إليه الشعب السوري مجبرا وليس مخيرا إخواني هذه بعض الأسئلة التي أردت الإجابة عليها إن شاء الله سنواصل الإجابة على كثير من الأسئلة لمن لديهم أسئلة يمكن طرحها صفحاتنا في فيس بوك أو تويتر أو يرسلون عبر الإيميل الذي يظهر على الشاشة شكرا لكم إخواني الكرام ألقاكم على خير في مداخلات أخرى وأجوبة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى السلام عليكم لا تنسوا الإعجابة بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر